بعض الحفاظ دخلوا الحديثين في بعض إنما في الشرح قالوا إيه بقى في الشرح فلما كان في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاته بعام أو ببضعة أشهر قال صلى الله عليه وسلم لأن عشتوا إلى قابل في العام القادم لأصومن التاسعة والعاشرة فما لبث أن مات يبقى المقولة دي ما تقلتش في السنة الأولى مش أول ما نزل المدينة زي ما نعم وربط الحديث ببعض ما مش هي ده هي معزورة لأن الرواه رو الحديث كده وهنا بقى شغل العلماء وعمل العلماء صح نحن نفسر فنفهم بقى خط بالك ولو ردوه إلى الرسول صورة النساء وإلى أول العلم وإلى أول الأمر منهم لهم العلماء يعني لعلمه الذين يصنبطونهم منهم ولذلك بنكرر ومن منبر اللي تسيه أرجو تنحية غير المتخصص الأزهاري عن الحديث في الدين نعم أفسحوا المجال لغير الأزهريين ما يطلبوناش بتجديد الخطاب الديني أنا بتكلم واضح وجريء ليه؟ لأننا ما جيش هابني ويجيني إخواني أو سالفي أو متشيع يهدم عايزين نبني ابقى البناء للأزهر وما تخلوش حد مع الأزهر لا إفتاء ولا دعوة ولا خطابة ولا وعز ولا المؤسسات اللي طبعا تضاموا الاجتماعي خاربة الدنيا حضنات السلفية خاربة الدنيا في مصر وما زالت في حضنات للإخوان أجبها لك من الآخر يا ستر لا بسوا يعني موجودة ومش تحت السيطرة وبيعلموا العين التكفير من الأول أنا بأجعلها لك أنا ده نقوص خطر بيضقه دكتور أحمد أنا بأقول لك حضنات السلفية منتشرة في محافظات مصر وما زالت في حضنات لجماعة الإخوان سبحان الله ربنا فالمسؤول بقى عن كده شوف وزارة التضامن الاجتماعي وأمن الدولة والجهات المسؤولة الحضنات دي تغلق فورا أنا أطالب بإغلاق هذه الحضنات لا توجد حضنات إلا تابعة للأزهر الشريف إنما يطلع للنهاردة شبل في الزتون في عند شمس أنا مش عايز أحدد كتير في عبدين أنا عارف أماكن ومستعدة أعد مع أي جهة بس ما يجعب الأمن الأمن على العين والراس لأن أنا لا أتدخل في شغل الأمن أقول لهم أنا غرضي إيه حضرتك إن بقى ثقافتنا يعني إحنا حضرتك العمل الإسلامي في الدول اللي حوالينا منظم في السعودية منظم ما فيش أي كيان غير السلفية وأعمال بن حمل بيشتغل بيشتغل صح إيران كدولة يغنب